يوجد نقطة أخرى المتعلقة بالبنزين والغازوال والانخفاض دولية في السوق الدولية والاستقرار في محطة الوقود لا هذا الموضوع أعتقد تكلمنا فيه وعاد تكلمنا فيه الأسعار اليوم الغازوال في آخر تصريح لك بأنه يكون 11.71 والبنزين 12.24 هذه الأرقام التي أعطيتها هي النصف الثاني في فبراير 2014 نحن بالنسبة لي نقولوا لو لم يحرر بن كيران أسعار المحروقات بناء على السعر الدولي والصرف الضرار والأرباح التي كانت مضمونها بالنسبة للفعيلين هذه الأشعال الثماني يجب أن يكون نقارنوه مع الثمان الكين حاليا نلقاه بأنه زيد لماذا هذه الثالة زيادة؟ لا هذه الثالة سببها هو التحرير الذي قمناه في نايادي 2015 لأنه كما يقولون المغربة يشغل الغفلة بالبيع والشاريع لأن ما نفهمه كانت الدولة تدخل في تحديد الأرباح الفعيلين كانت تعطي لهم 600 درهم الطون القازوار والبنزين تقريباً اليوم الناس لم يتحوش على 2000 درهم غالين نأكدوا على القادية 2000 درهم 2000 درهم الطون كأرباح بمعنى هذا الشيء ما معروف 2000 درهم اللي نريد أن نفعلها هي جوج درهم في لترو كل لتر قبل كانوا يربحوا 60 فرانك بمعنى على الأقل اليوم هم رابحين كتر من درهم 40 بمعنى نقول لك اليوم نحن في 13 درهم لو أن هذه الناس هدوا نصقفهم و نحيدوا اليوم درهم 40 سنصدقوه في 11 درهم و 50 اللي كانت تكلموا عنها اللي قلناها ولكن 11 درهم و 50 بالنسبة القدرة الشرائية المغربة غير مناسبة لأنه و السباب هذا الشيء ما هو؟ هو أنه حيدنا الدعم في النهاية 2015 و حررنا الأسعار وهذا الشيء هذا الأسعار البترول اللي كانت تشاهدوا اليوم ديال 120 ديال 90 ديال 95 رفق 2008 وصلنا 147 دولار و لكن كانت الدولة كانت الدخل بالدعم وبتحديد ديال الأسعار ما كنش كانت نفوتو 8 درامونس هنحنا السؤال اللي كانت نطرحو هنا هو أنه كيفاش بغينا نديروا الدولة تخرج من الدعم ديال كل المواد الأساسية سواء في الغازوال أو في البنزين أو في السكار أو في الدقيق أو في الغاز و المغاربة والليوية يشريوا هذا السلع كلها بالثمان الدولي ديالها مقارنة على السميق اللي عندنا فيه 3500 درهم والله ما أعرف 3600 درهم مقارنة بـ 15000 درهم اللي كانت على الصعيد الأوروبي هذه المعادلة هي اللي كنقولها الدولة في الوقت اللي كانت تقدير الدعم لأنها كانت عارفة بإنما قادرها ترفع الأجور المجتمع المناسب لهذه الأسعار هنا اللي درنا اليوم هو رفعنا الأسعار وخلينا الأجور أو الدخولات ديال المغاربة جامدة لا تسير الأسعار وهو اللي يعطينا هذا الفرق التراجع القدرة الشرائية هو اللي يعطينا هذا الاحتجاج ديال المواطنين الكور مرة بإنشكلة من الأشكال هحنا كنتكلموا على فيقيق ضد الماء هحنا كنتكلموا على التعليم ضد النظام الأساسي وكنتكلموا عن التراجع القدرة الشرائية نتكلموا عن الموظفين ديال الدولة في المالية وما إلى ذلك لماذا لأنه هذه الخمسة سنة اللي كان فيها التحرير هدايا هالنتائج تكتبان على مستوى القدرة الشرائية هذه العمول المواطنين تبا تحضر الدرهم فاصلة 71 لنسبة للغازوار ما حالت التامة إلا قصة منها كما يأتي خام كما يكرره وكما يخلصون الضربة وكما يكون الهامش الربحي سهلا ديال اليوم كنت تحدث معك اليوم البيترو الخام إذا وصلنا المحتة المحمدية سنوصله بخمسة درهم خمسة درهم الهامش أو الأرباح تكرير اليوم وصله درهم ونصد درهم وثمانين هادي كنا نقدرون نديرها في المغرب كنا نربحها في المغرب كنا نديرها في المغرب وكنا نتخدمها لسامير وحسبنا اليوم السبع سنين الذي وقفنا لسامير كانت تغطى راكمناه أرباح صافية 21 مليار درهم القيمة التي تتبع منها لسامير دبايا لو أننا لسامير بيعناها في 2016 لسامير سيكون الرجع فلوسه كاملة صافية هنيئة مريئة من بعد منها سيكون الميزانية السيئة يقول لسيطاني ضاربة ضاربة في الماظو تقريبا لدينا 3 درهم ونصد سيأتي هادي الفاعلين يقول لسيطاني ربحوا 60 فرانك في اليترو يقول لسيطاني ومحيط أنه كل شيء يكون حتى نفسنا ناكله يقول لسيطاني درهم ونصدير للربح لم تقوم لسيطاني 60 فرانك أو 50 فرانك إذا في هذه المسيرة كلها إذا أردت المغربات ونقص لهم على الثمان ونرى ما سيقوم ستكرر في المغرب ستقلل السيطاني ونقص لنا منذ الضاربة على المحروقات ونقص لها ونقص لها إذا أردت المحروقات ونقص لها فترانك إذا أردتنا تقلّبنا على المغرب ونقص لنشارك بسيطان البترول الخام ونقص لسيطاني ونقص لدينا ساعدة ونقص لها اشتركوا في القناة